الحوار بين بغداد واربيل امساك منسوب يرتفع الحديث عنه حينا وينخفض حينا اخر وما بينهما يطرح كل فريق ما لديه من اوراق ضغط لتحسين شروطه ومطالبه لكن هذه المرة يبدو ان المطالبات بالحوار اكثر جدية من غيرها فالاوساط السياسية تتحدث عن ضغوط دولية للدفع باتجاه جلوس اربيل وبغداد على طاولة واحدة للبدء في وضع المشكلات والاتفاق على الية لحلها في هذا الاطار اتحديث الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وبالمناسبة فان الاخير ينتمي للحزب نفسه الحديث يقول ان معصوم يقود حراكا مكثفا لحل الازمة بين بغداد واربيل وبدء مفاوضات بين الجانبين برعاية واشراف مباشر من الامم المتحدة وللغاية نفسها كشف الموقع ان الرجل بعث برسالة مشتركة الى رئيس الحكومة نيجيرفان برازاني ورئيس الوزراء حيدر لعبادي والامين العام للأم المتحدة انطونيو جوتيريس طالبهم من خلالها ببدء فوري للمفاوضات وعقد اجتماعات تشاورية حيال القضايا الخلافية مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من عطلة نهاية العام الحالي على ان يتم عقدها بتحكيم طرف ثالث من المرجح ان يكون المبعوث الخاص الامين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش التقارير الاعلامية تشير الى ان معصوم اقترح تشكيل لجنة رباعية تكون برعاية رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان وحكومة اربيل لادارة الحوار لكن التقارير السياسية تؤكد ان دفع معصوم لم يأتي من فراغ بل انه يستند على ضغط امريكي بدأ يمارس على بغداد لانهاء الازمة الحاصلة خوفا على المصالح الامريكية في العراق كما انه يستند على نتائج زيارة برزاني لفرنسا والمانيا واستعداد البلدين للعب دور مهم في اذابة الثلج بين الطرفين واشتراطهما انهاء الازمة في مقابل الاستمرار بدعم الحكومة في بغداد في المحصلة يقول المحللون ان الكرة الان في ملعب بغداد من جهة استجابتها للضغوط من عدمه والبدء في دفع رواتب موظفي كردستان العراق ورفع الحظر المفروض على مطاراته والغاء كافة العقوبات مع استعداد اربيل لتسليم الواردات النفطية الى الحكومة في بغداد وفق اتفاقات تبرم بين الجانبين وحل قضية المناطق المتنازع عليها